اكد معالية السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب رئيس الجمعية السادسة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي اهمية الرسالة التي اطلقها سعادة الامين العام للامم المتحدة ودعواته الصريحة للعمل بشكل مكثف من اجل بناء مجتمعات اكثر سلاما وشمولا واستقرارا واوضح معاليه خلال كلمته في جلسة الجمعية العامل الاتحاد البرلماني الدولي يوم امس ان كافة الموضوعات المدرجة على جدول اعمال الجمعية تحتل من الاهمية ما يتطلب العمل معا كبرلمانات منضوية تحت مظلة الاتحاد البرلماني الدولي من اجل الوصول الى رؤى وتصورات تستوعب متطلبات هذه المرحلة وقال معاليه ان العالم اليوم يقف امام تحديات متنامية تزداد خطورتها وتتعاظم الحاجة الى اتخاذ تدابير عاجلة لاحتوائها كمشكلة التغير المناخي وحول دعم تقدم المرأة وتمكين الشباب اكد معاليه اهمية ان تكون في مركز اهتماماتنا وعلى رأس اولوياتنا واجنداتنا التي توضع على طاولة الحوار والنقاش في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بصورة دائمة واوضح معاليه ان اهم ثمرة يمكن ان نخرج بها من اجتماعاتنا هي القدرة على الانتقال بمستوى التعاون بين برلماناتنا على نحو يمكننا من توحيد الجهود وتوظيفها لتحقيق السلام العادل والشامل اشتركوا في القناة